بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتذوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين من أسباب انحراف بني إسرائيل ما تشير إليه هذه الآية الكريمة وهو التحايل على الأحكام الشرعية ولقد علمتم أي عرفتم أيها اليهود المعاصرون لنزول القرآن عرفتم قصة الذين اعتدوا منكم في السبت أي جاوزوا حدود الله تبارك وتعالى وذلك في هذه القضية الله تبارك وتعالى حرم عليهم استياد السمك في يوم السبت ولامتحانهم في الالتزام بهذا الحكم الشرعي كانت الأسماك تأتي وتتجمع في هذا اليوم لشعورها بأمنها في يوم السبت أما في سائر الأيام فكانت الأسماك تغوص في عمق البحر اليهود شافوا أنه يوم السبت تطفو الأسماك على سطح البحر أما في غيره من الأيام فلا يمكنهم استيادها فاحتالوا بهذه الطريقة حفروا أحواض حول البحر وحفروا السواقي أوصلوا تلك السواقي إلى الحياظ فكانت الأسماك تأتي إلى هذه السواقي فتصل إلى الحوض وحينما كانت تريد أن تعود كانوا يسدون طريقها ثم يأتون يوم الأحد فيصطادونها وكان هذا خرقاً لحرمات الله تبارك وتعالى وكانت هذه حيلة بطريقة غير شرعية نعم إحنا عدنا الحيل الشرعية يعني الفرار والتخلص من الحرام بطريقة سمح الشارع بها لذا ورد في الحديث الشريف نعمة الحيلة الفرار من الحرام إلى الحلال وذلك عبر تغيير الموضوع مثلاً رجل يحب أمرأة هذه الأمرأة أجنبية فيعقد عليها غير الموضوع من الأجنبية المحرمة إلى الزوجة المحللة هذه الطريقة جائزة ويعبر عنها في الفقه بالحيل الشرعية يعني يتخلص من الحرام بالطريق المشروع أما الفرار من الحرام بطريق حرام فلا يجوز بنو إسرائيل كان المحرم عليهم الصيد بأية طريقة كان فهم تحايلوا بطريقة غير مشروعة حبسوا الأسماك في الأحواض وهذا العمل بحد ذاته نوع من الصيد فلذا كان عملهم تجاوزاً عن الحدود الشرعية وبالطريقة غير المشروعة لذا استحقوا العقوبة شنو كانت العقوبة؟ فقلنا لهم يعني لهؤلاء المعتدين كونوا قردة خاسئين القردة جمعوا القرد مسخهم الله تبارك وتعالى إلى قرود خاسئين يعني مبعدين عن الخير في الدنيا وفي الآخرة ومطرودين عن رحمة الله تبارك وتعالى وهؤلاء اللي كانوا في المدينة كانوا أكثر من ثمانين ألف إنسان اللي كان يرتكب هذا الفعل منهم سبعون ألف واحد البقية أنكروا عليهم وكانوا يعضونهم ويسجرونهم ويخوفونهم من عذاب الله ومن انتقامه الشديد ولكن هذال السبعين ألف ما كانوا يقبلون الموعظة فاضطر هؤلاء العشرة آلاف إلى الهجرة والخروج إلى قرية أخرى وقالوا نكره أن ينزل بهم عذاب الله ونحن معهم فبمجرد أن خرجوا من القرية مسخ الله وأصحاب السبت قرد وصل الخبر إلى أولئك فقصدوهم وتسنموا حيطان البلد فاطلعوا عليهم فإذا كلهم رجالهم ونساؤهم قرد يموج بعضهم في بعض يعرف هؤلاء الناظرون معارفهم وقراباتهم وخلطاءهم يقول المطلع لبعضهم أنت فلان أنت فلان فتدمع عينه ويومئ برأسه النعم فما زالوا كذلك ثلاثة أيام ثم بعث الله عز وجل عليهم مطرا وريحا فجرفهم إلى البحر وما بقي مسخ بعد ثلاثة أيام خطاب الله تبارك وتعالى في هذه الآية ولقد علمتم إلى اليهود الذين عرفوا هذا المسخ كيف تعملون خلاف أوامر الله سبحانه وتعالى أنتوا شفتوا هذا العذاب أنتوا سمعتوا بهذا العذاب فلا تكرروا المخالفة والعصيان فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين يعني جعلنا هذه المسخة التي مسخوا بها عبرة لما بين يديها يعني من كان في زمانهم من سائر اليهود والأمم عبرة للمعاصرين وعبرة لما خلفها يعني الذين يأتون من بعدهم ممن يسمعوا أخبارهم أو فجعلناها نكالا المعنى الثاني يعني جعلناها عقوبة هذه المسخة عقوبة للمعاصي التي ارتكبوها مما كانت بين يدي المسخة يعني الاعتداء في السبت وما خلف المسخة من سائر المعاصي اللي كانوا يرتكبونها بعد اعتدائهم في السبت وجعلناها هذه العقوبة جعلناها موعظة للمتقين يعني تخويفا لمن يتقي ويخاف من الله تبارك وتعالى ليعرف أن العقاب جزاء العاصي فلا يرتكب المخالفة والمعصية وهذا التعبير لما بين يديها وما خلفها ربما إشارة إلى أن الله تبارك وتعالى لا يأخذ الإنسان بالمعاصي فورا رحمة للعباد وفتحا لباب التوبة لهم فإذا تراكمت المعاصي وتجمعت ولم يتوب إلى الله تبارك وتعالى هناك ينزل العذاب وصلى الله على محمد وآله الطاهرين